تشكيل فريق الاهلي دكتور طهوة وخيارات كلها في اللقاء اليوم محمد شنو في حراس المرمى كريم فؤاد في الجبل يومنا محمد أشرف في الجبل وسرى ياسر إبراهيم ومحمد هاني قلبي دفاع كله من محمد فخري والسلية وطهر محمد طهر ومحمد مجدي أفشا وشدي حسين تحت رأس الحربة حسام حسن طبعا هي فيها تغييرات كتير قوي يعني بسانة دي بعض من الحوزات يعني أولا كريم فؤاد باكرايت ممكن إلعب باكرايت إنما هو هيخسر الميزة الكويسة اللي هو كان كذبانها في الفترة اللي فاتت هو بيلعب كثالت في نص الملعب في جناح يعني وبيكمل في مسافة قريبة مش باك باك عشان يكمل لحد ما وصل للتمنتاشر نعم فهو لنهار ده باك هيبقى في مكان عميق جواية مش هيتحل الفرصة إنه هو يكمل بالطريقة اللي كان بيكمل بيها وهو بيلعب جناح يمين وينطلق بسرعة جبيرة جدا من مسافة قريبة وكان بيستفيد بالشغل على الأجناب اللي النادي الآن لي فأمس الحاجة لون مهالة لأنه العمق ده يبقى مقفول تماما فأنت محتاج الشغل من الجنب توسيع اللعب والشغل من الجناب عشان تعمل العرضيات اللي ممكن من خلال بقى هو نزول شادي حسين مع مع شام حسن يبقى الاتنين في التمنتاشر في القرات العرضية يبقى يقدر يعني يبقى عنده قوة كبيرة فأنا شايف أعتقد خلي شادي شمال ها في الجبهة اليسرى شادي يبقى في الجبهة اليسرى ها شادي يطهر في الجبه اليمنى لأنه ألعب في سراميكا في الجبهة اليسرى الزبط نعم فدي دي نقطة من النقطة اللي بقى محمد هاني كاسر دباك حالنا كلنا متفقين أنه هو ممكن يقديها بشكل كويس جدا نولعبها قبل كده يعني محمد أشرف في ناحية الشمال برضو هنا هيبقى محتاج أنه هو يبقى فيه تعطيع عليه سواء من ياسر إبراهيم أو دعم له من على الطرف إذا كان هيلعب على الطرف هنا جم قدامه مثلا فخري أو قدامه طاهر مين اللي هيلعب قدامه على أساس أنه الحتة دي برضو هتبقى مكان من الأماكن اللي هيحاول ليخترق منها المؤولين العرب بالكرات الطويلة ليه لويس إدوارد في ناحية ليمين نعم فهي النهاردة هتبقى برضو هتطر يا إما هيوقف يا إما لو كمل يبقى محتاج التغطيات وراه دي برضو نقطة من النقطة اللازم يبقى من الساركولر لازم بقى وعي لها إنه طبعا هو يمكن أول مرة هيلعب من القولين العرب لازم يعرف إنه لويس إدوارد بيجري في الحتة دي بشكل كويس يبقى برضو فيه دعم من المحمد أشرف في التغطية من وراه في الكرات الطويلة لها التعب وراه أو في المرور حتى من وراه أو في الدعم من أمامه بحيث إنه هو مبقى يطلعش اتنين عليه من ناحية دي دي النقطة لكن هو وجود حسام حسن وجود شادي حسين دي برضو ممكن تدي فرصة لإن شادي يشتغل قدام مع حسام حسن في بعض الأوقات ويبقى الكرات العرضية لها قيمة لما تتعامل من ناحية اليمين من كريم فؤاد أو من ناحية شمال محمد أشرف يبقى فيه كثافة لكن المرتدات من الكرات العرضية خارج الثمانتاشر من فريق المقولين العرب يبقى موجود أفشة وموجود سلية قال إنك أنت تستفيد من كور دي الكرة التانية اللي مرضى دي أقدر سدد منها وأقدر سجل من خلالها